هذا واستقبل حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة عهل البلاد المفدى حفظه الله في قصر الاسخير هذا اليوم سعادة السيد وليام روباك سفير الولايات المتحدة الأمريكية الصديقة لدى المملكة واستعرض جلالة الملك المفدى مع السفير مسار العلاقات الثنائية التاريخية الوثيقة القائمة بين البلدين الصديقين وما يشهده التعاون بينهما من تقدم وتطور في كافة المجالات مؤكدا جلالته حرص مملكة البحرين على دعم هذه العلاقات والارتقاء بها إلى آفاق أرحب من التعاون والتنسيق المشترك لما فيه خير وصالح البلدين وشعبيهم الصديقين كما نوها صاحب الجلالة حفظه الله بالدور الذي تطلع به الولايات المتحدة الأمريكية وبدعمها للجهود الدولية الرامية لترسيخ الأمن والاستقرار في المنطقة وخدمة قضايا السلام العالمي